جلسة وإن كانت عادية خالية من أي سجال سياسي إنما طيف سجال التيار أمل الكهربائي حضر من خلال عرض رئيس الجمهورية ميشيل عون لواقع الكهرباء والحلول المفترضة بأرقام صادرة عن وزارة الطاقة ممهداً بذلك لعقد جلسة خاصة تحسم ملف الكهرباء عرض فخامة الرئيس بالتفصيل لتدعيات أزمة الكهرباء والسبل آيلة إلى حلها دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لاستمرار هذه الأزمة دراسة أبرز خلالها الرئيس عون تراكم عجز الكهرباء وانعكاساته السلبية على الاقتصاد حيث بلغ إجمالي العجز المتراكم في 26 عاماً 36 مليار دولار وبلغت تحويلات مصر في لبنان لتغطيته مليار و295 مليون دولار كما تلحظ موازنة عام 2018 عجزاً بقيمة مليار و400 مليون دولار قابلاً للإزدياد كما حددت الدراسة حاجة لبنان من الطاقة في ساعات الظروة بيت 3450 ميجاوات مع نقص إنتاج قدره 1666 ميجاوات إضافية وهذا يعني أن لبنان بحاجة إلى معامل إنتاج كهرباء إضافية وإلى ذلك الحين يكون الحل الأوحد في شراء الطاقة الكهربائية وختم الرئيس عون متسائلاً لماذا اعترض البعض على بناء معامل بحجج وهي ولماذا لم يكن لديهم اقتراحات عملية بديلة وماذا يريد المعترضون على شراء كميات إضافية من الطاقة أليس للعرقلة فقط ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد وعنزة ولو طارت العنزة من ورق لم يرها وزير المال علي حسن خليل ممازحاً أنا ما شفت معزة وأضاف استمعنا بكثير من التركيز للخطة ونريد دراستها أما الوزير محمد فنيش فقال الأرقام واقعية وصحيحة وتأمين التغذية ضرورة إنما السؤال كيف وبأي طريقة قضية عيتان حبيش عرضت بإجاز على طاولة مجلس الوزراء وكذلك القرود الإسكانية وسيلتقي الحاكم لاحقاً مع المسؤولين على المصارف والمؤسسات لوضع حل متكامل يضمن استمرارية هذه القرود وفقاً للقواعد والأصول المحددة وتناول رئيس الجمهورية الجدال الذي نشأ الأسبوع الماضي حول عمل الأجهزة الأمنية والقضائية على نحو أثر على صدقية هذه الأجهزة ودورها فلفت إلى ضرورة التزام القوانين والأنظمة المرعية في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولها الأجهزة الأمنية والقضائية وعدم استباق أحكام القضاء سواء كانت التبرئة أو للإدانة أقر جدول أعمال مجلس الوزراء بما فيه التعاقد مع 30 اختصاصياً في التربية المختصة والتقويمية وأرجأ أسبوعاً بند تعيين 207 أساتذة تعليم ثانوي على خلفية سجال بدأه الوزير سليم جريساطي مطالباً بعدم فصلهم عن 1800 ناجح في مجلس الخدمة المدنية فرد وزير التربية مروان إحمادي إن 207 أساتذة سيتجاوزون مهلة تثبيتهم المحددة في سنتين ما يلغي حقهم في التثبيت والتثبيت حقهم المكتسب فرد الوزير جبران باسيل إما أن نلتزم حصر الصرف والتوظيف وإما فلتوظف كل الوزارات من تشاء وختم نحن ضد تثبيتهم أما بند تمديد مهلة أعطاء حركة الاتصالات الكاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية فأقر لمدة أربعة أشهر وسجل حزب الله اعتراضه وقال الوزير حسين الحاج حسن في كل مرة يمدد على أساس وعود بتأليف لجنة لتطبيق القانون وهم يمددون في مخالفة تطبيق القانون ومن جهته أكد الرئيس الحريري أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مؤتمرات دعم لبنان مجدداً أهمية سياسة النأي بالنفس بالنسبة إلى لبنان والسعودية وعن الموازنة أشار الحريري إلى أن اللجنة بحاجة إلى جلسة أخيرة لإجراء قراءة نهائية وستطرح إما الجمعة وإما في مطلع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء رواند أبو خزام قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر